اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعيني إزايكم حبيب قلب وغبارك وعملين إيه يا رب كلكم اكونوا بخير النهاردة كده هنعمل حاجة للبط بتاعنا وهنعمل خلطة تانية كمان البط بتاعنا تقريبا هي نفس الخلطة بتاعت مبارح بس مختلفة شوية وفيها حاجة ومعظم الناس بتقع فيها وكمان لما بتيجي تعملها أو بتيجي تديها للبط البط بيمنع أكله ومش بيرضى إن هو يأكل تماما تمام فالنهاردة إن شاء الله هقولك هتعمل إيه علشان لو أنت كنت بتأكل البط بتاعك حاجة معينة أو بتأكل خلطة معينة أو علف معين وبعد كده جيت غيرتي وبعد كده تلاقيت البط معاكي منع أكله ووقف يبقى لازم تتصرفي علشان البط ما ينزلش معاكي هنا زي ما أنتوا شايفين ده عيش ما تشوش أهوت ناعم جدا على قد البط يقدر يأكل منه بس عايز أقولك لو أنت أول مرة تشوفي قناة ياريت تنزي تشتركي فيها وتفعل الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كده عم منك للقناة يكون جزاك الله كل خير حطوا يا جماعة لايكات بالله عليكم بلاش تدخلوا تتفرجوا كده وبايا وما تحطواش لايكات حطوا لايك علشان الفيديو يوصل أكبر عدد من الناس وكل يشوفوا النهاردة الفيديو بتاعنا وياستفيد زي ما أنتوا شايفين هنا طبعا معي عيش ما تشوش عاوز أقول لكم أن العيش ده جماعة من الصبح يعني أنا كنت دشا أنا معاودة البط بتاعي على العيش اللي هو ببقى مبسوس كده شوية أو فيه نسبة طراوة فيه عليه شوية مية تمام فلما دشيت النهاردة شوية عيش كده وحطتهم للبط وحطت عليهم العلف الصبح وأنا بفطرهم اتلاقيت البط نقل العلف تاني حاجة ما أكلش العيش وهو كده تمام أنا حبيت أن أصور معاكم الفيديو ده وبرهولكو لإني البط يا جماعة حسب ما أنت ما بتعود الطيور اللي عندك عودتيها على عيش مبلول هيأكل معاك عيش مبلول عودتيها على عيش ما تشوش هيأكل معاك عيش ما تشوش ما تشوش يعني إيه يعني من الشفاء ومكسرات تمام كده عاوز أقول لكم يعني هي كانت تجربة بالنسبة لي أن أنا أصلا ما بأكلش عيش ما تشوش خالص للبط قليل جدا لما بجيب مثلا عيش يكون مثلا يكون ناشف عندي وقصره وأرميل البط اللي يأكل عندي العيش ناشف كده زي ما هو البط الكبير والفراخ ما فيش مشكلة عندي أن هما يأكلوا عندي الخلطة دي إنما أي بط أنا بربيه صغير ببل شوية العيش سنة بحيث يكون يعني فيه نسبة طروع أو فيه نسبة مية لو لاحظتوا هتلاقوا البط بينقل العلف وبيسيب طبعا العيش أنا مش عاوز أقول لكم لو أنت بتأكلي كده وقفي لا ما توقفيش لو البط بيأكل معاك ده وده كملي ما فيش أي مانع تمام كده ما شاء الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله البط معنا هو توازن عاوز أقول لكم لو توازن على المزان بسم الله ما شاء الله أو زان جميلة جدا 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 تمام الوز بسم الله ما شاء الله ده غير كمان تغيير الرش بتاعه تمام النهاردة 3 يوم احنا مغيرين له العلف بتاعه من 23 لعلف 21 طبعا علشان التسمين تمام ما بنبنعش العلف خالص من عند البط وزي ما قلتلكم بنستقبل البط على العلف 23% لمدة شهر او مدة 25 يوم وبعد كده بتبدأ اني انت دي غيري نسبة العلف بتاعة البط من علف بادي لعلف نامي النامي اللي هو التسمين وفي البادي وفي النامي في سوبر بلاشت تستعملي الشعبي الشعبي يا جماعة هقولكو كمان فرق بين العلف اللي هو البادي اللي هو الشعبي والعلف البادي النامي اللي هو برضو بيبقى سوبر الفرق بين ده وبين ده بين الشعبي وبين السوبر ان الشعبي بتلاقي الحباية بتاعة العلف لونها غامق شوية يعني مدي على بني فاتح كده تمام العلف السوبر بتلاقيه ما شاء الله العلفاية بتاعته لونها بني فاتح جدا يعني مدي على كده على اللون كده البجل فاتح تمام إنما الشعبي بيبقى مدة على غامق شوية بيبقى مدة على بني غامق شوية تمام فعشان ما تطلع بطيش عشان لو انت جبت الشكارة هتلاقي مكتوب عليها علف بادي نامي سوبر أو علف نامي سوبر تمام يا جماعة العلف السوبر بيفرق جدا 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 هو أو ممكن تزيد له مثلا الشكارة بتاعته 500 جنيه بس بيبقى نضيف شوية بيجيب معاك بصراحة من الآخر بلاش تستعمله قوله هو التاني مش بقول لكم ما تستعملهوش لا هو كويس جدا بس مش هيجب معاك نتيجة سريعة مع البط ممكن تستعمله الفراغ كويس جدا جدا تمام كده طبعا برضو عاوزة آآ لزمن برضو عاوزة أقول لكم إن برضو الشمس بتبقى برضو من الحاجات المهمة تمام فلزمن تعرض الطيور بتاعتك للشمس كل يوم حتى لو مرة واحدة بس مثلا ساعة كده ولا حاجة الشمس برضو فيها نسبة كالسم عالية جدا بتخلى البط عندك ما يجيروش كساح أو يجرى له أي حاجة وعاوزة نبيكوا لحاجة كويسة جدا لإن كتير جدا منكوا قال لي يا جماعة يا مشاهد البط عندي رافض إن هو ياكل آآ هنعمل مع إيه البط يا جماعة بصوا عاوزة أقول لكم برضو كمان إن أسباب إن رافض الأكل للبط يعني إن هو قدامه الأكل ورافض إن هو ياكل دي بيبقى إسهالات لما إسهالات المزمنة بتخلي البط خلاص يعني ما عادش يعاوز بقى ياكل أو عاوز كده فاهمين فما عادش بيرضى إن هو ياكل خالص فحاولوا بقدر الإمكان إن انتوا تشوفوا لو البط عنده إسهال عنده أي حاجة حاولوا إن انتوا تعالجوها عندكم الشيح المغلي ممكن تغلوا شوية شيح أو تحطوا كده تنقعوه في قلب الاستقاية بتاعت البط كده تحطوا منه مثلا معلقتين وتقليبهم في قلب استقاية وتحطيها هو بينقع نفسه طول ما البط رايح جاي بيشرب بياخدوا الفايدة بتاعته تمام كويس جدا عندك برضو الفلاجل من الحاجات اللي هم طاهر معاوي برضو كويس جدا لتبطوا كمان بيلمي عملية الإسهال دي كمان الخل الخل جميل جدا 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 فبردو الحاجات دي كلها كويسة وعندك الكركم لو انت حطيت معلقة الكركم على الخلطة جميلة جدا أهم حاجة إحنا بنعمل خلطات ليه إحنا بنعمل خلطات علشان تكلفة الأعلاف حد هيقول لي بقى أصل العلف رخيص أصل العلف غالي البط ما بيترباش ألا بالعلف عاوز أقولك يا جماعة زمان ما كانوش بيربوا بعلف خالص تمام الشطرة اللي تقدر إن هي تربي بنسبة بسيطة وتكلفة بسيطة مش إن احنا نقعد نجف في شكاير في شكاير في شكاير علف على الفاضي هو آه هيطلع معاك لحمة هيطلع معاك بس هتتهرس في الفلوس طبعا أنتو عارفين العلف مرة بينزل العرف مرة بيطلع كلنا على نفس المستوى ده كلنا على نفس المرحلة دي فإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوسطانها يعني نمسك العصاية من النص يعني لا نأكل علف صافي ولا نأكل خلطات معادية عشان البط ما يخسش معانا فإحنا بنعمل إي بنحط من ده وبنحط من ده بحيس يبقى وجبة متكاملة يبقى إحنا كده وفارنا في نص تكلفة العلف اللي إحنا بنخ نحطها وكمان خلينا البط بالخلطات الطبيعية كويس معانا تمام كده أنا مش بقول لكم بطلوا إن انتم متأكلوش علف لا أكلوا علف بس بنسبة يعني بلاش إنهم تتحطوا علف صافي عاوزة تحط علف صافي ويعني تقدر إن انت تتأكله ما فيش أي مشكلة أكل ما فيش عندي أي مشكلة إن انت تتأكل علف صافي تمام بس أنا باتكلم طبعا بالنسبة للناس اللي بتدخل تقولي إحنا عاوزين خلطات موفرة ومشي معانا دور البط غير مكلفة خالص وما فيش فيها نسبة علف من الصعب جدا جدا آه أنا ممكن أعملكو دور التسمين بس من غير علف هيبقى طبعا أقل حاجة إن إحنا هنأكل علف يعني شهر واحد بس على الأقل وبعد كده هنمشي بدون أعرف هنمشي بدون أعرف إزاي ده طبعا في دورة جديدة إن شاء الله إن الدورة دي طبعا إحنا ملأكلها علف ومش هينفع إن إحنا نمنع منها العلف نهائي خالص دلوقت الحد ما تقفل معنا ريش وتوصل معنا للوزن بتاعها المثالي تمام؟ طبعا برضو عاوز أقول لكم هتموا بالفيتامينات بتاعة البط الفيتاميناتها جماعة جميلة بتخلي البط يزيب معاك في الوزن النمو بتاعه بيزيب معاك ما بيرضلش زي ما هو عاوز أقول لكم إن الست البطات اللي أنا كنت جبتهم بعد البط ده شايفين الواحدة قعدهاية على الشكارة وفي واحدة تانية كمان عاوز أقول لكم ما بيجبروش نهائي خالص ولا بيعدوا من يوم ما جبتهم هم بنفس العمر ده كده وبنفس الشكل ده كده مات منهم أربعة ما فاضلش عندي إلا اتنين تمام؟ هم أكلين شاربين بيكلوا علف يعني بصوا طبعا شايفين طبعا الفرق بين البط ده وبين البط ده ما شاء الله اللي هم بارك تانيين دول ما نشعرفها بصراحة هم فيهم اي يعني حسن هم كنز وكده أو إنهم معهم